موسيقى مشاهدين في كل مكان تحية الود والاحترام يزعد أيامكم بالخير والبركة مرحبا بكم في رموز رياضية لتواصل هذه السيرة والمسيرة لنفصل ونبرز كثير من ملامح رموزنا لهم ما نرى سامقة في الحياة السودانية وفي المجال الرياضي بالتحديد اليوم نحن مع قدب رياضي شهير عنده ردود أفعال واسعة بأراء الجريئة والصادقة وأيضا اختياراته الحكيمة في المجال الرياضي بالتحديد في نادي المريخ سعداء أنه يلتقي القدب الرياضي والخبير وسكرتير نادي المريخ الأسبق الأستاذ فتح إبراهيم عيسى أهلا مرحبا بك على الشروق أهلا بكم أهلا بكم أبو الحقي بسم الله الرحمن الرحيم سعيدين قاية السعادة بزيارتكم الكريمة برغم الشدة بتاعت الحياة لكن طبعا من الملاحظات أنه في غنوات جديدة كان عندها قيمة حقيقة عندها مشاهدة ما عشان حسيته لكن ما شاء الله مناتكم ممتازة طيبة والواحد حقيقة سعيد جدا جدا ودبيتكم في أي وقت مرحب بكم إن شاء الله الله يزايا على الذكر لما تم درمان والنسية الاجتماعي بتاعة درمان وهي أساس ومركز رئيس يعني للسودان في الرياضة ده كان بداية دخولك لعوالم الرياضة والتحديد انت وانك الصادق الكبير أنا نحن في درمان هنا برضو في بروف منطقتنا كلها منطقة بروف دي هنا منطقة بروف هنا ومنطقة فهدنباوي ومنطقة بتاعة الهجرة من هنا ومنطقة الجمائل من المنطقة دي ومنطقة بيت المال هنا دي كلها كانت مجموعة تحت فرق من الروابط يعني أنا بديت الروابط بديت الروابط في رابط لبروف لعبت فيها مسافة صغيرة وطوال انتقلنا لنادي بروف نادي بروف مش نبيل غاية ما طلعنا الأولى شفتها بعد طوالي دخلنا في الجهاز المصرفي والبنوكو بتاعه هنا وبعد ذلك حاج حصل عثمان وناس محمد الياس وبتاعه حاج حصل عثمان طبعا هو العمل وليه عضوية هنا دي المريخ ده راجل كان عجيب كنا ببنك الخرطوم وأنا وكمال عبد الوهاب بوكو والله ارحموا من الاتنين فهو كان بيجي كل يوم بيجي طبعا هو عاشق للمريخ عاشق يعني عاشق مش دول يعني كلام ساي فكان بيجي عشان شوف كمال عبد الوهاب بعد شوية قام اللي كانانا وكمال دايما بعد طوالي وكده وأنا بلعب في بروف وكمال كان بلعب في بعنجة وكده فبقتك الحكاية بعد ده بقي يفطر معانا انشاء الله علاقة دي فالعلاقة دي قامت طوالي عمل لي عضواتنا دي المريخ سنة كم وسبعين ثمانية وسبعين سنة وسبعين حاجة كده وعداكي خلاص قل لي انت بعديتنا ما عندك طريقة فكانت دي الانطلاقة بتاعت العلاقة يعني طيب بديت بعضوية والموضوع تستمر كيف داخل نادي المريخ لحد ما وصلت لمرحلة انك تكون سكرتير والله يشوف أنا بدأت بديت عضو وكان باختيار معانا كان عبد الحميد حجوج الله يرحمه محمد دلياس وكان عندنا ارتباط بالأشبال في المرحلة دي وكنا بدأنا التسجيلات فنادي المريخ طبعا كان النسير الاجتماعي قوي جدا كان يوميا انت لازم تبشي نادي المريخ يوميا حتى لو كان عندك عمل لا انا ما بالضرورة تكون عوض مجلسي زارة لكن هون المريدين كانوا كتار جدا وحسي في ناس ماتوا وقدموا للمريخ ده قدروا ما تقول يعني ما المريخ ده ما يوصفون يعني فكنا بنجي في الوقت ذات وانحنا وانا كنت بلعب في بروف ذاتي معايا اخونا اسم محمد عوض برضو كنا فانتماعي مريخي يعني كان الانتماع بالنسبة لي مريخي والسر بتاع الانتماعي مريخ ذاته كان عن طريق عملا الأستاذ الرياح مارك ده كان مدير مدارس الصناعي مدرمان وقرطوم وكده بتاع معاهم منه برع عامل بشير فبرعي كان هنا في الحشن ده الحسيطة اللي قدنام ده بيت التاني ده والتالي ده كل ده الحشانة فكان برعي ده يوميا او يوم التاني ده كان عمي ده المدرسة كان برعي أستاذ اللغة الإنجليزية في المدرسة كان بيجو صاحبه شديد وده كان مريخها بزاته فأول حاية اللي بيستها في شعارنا عن المريخ كان نجمت فانينا عن المريخ كان الدنيا برعي حون البشير فبيجيت خلاص أنا يعني خلاص مرسوق بكده بمشي مع غالنا ده زالتولة لغاية ما وصلنا للمرحلة قلت لك و بعدها كبيرنا بيجينا المرحلة التانية نمشي نادي المريخ أنا ومحمد عبضة بنمشي نقعد مع الحجوهي ديل بديني بالتسجيلات بيننا سيكة وقدورة نادي الزهرة ديل كانوا في نادي بروف طبعا ونادي الزهرة الاتنين في حي واحد هنا الاتنين فقاموا عملوا لنجة بتاعة التسجيلات ونحن ما أخذتونا في لنجة هذه التسجيلات لكن من جاءت القصة بتاعة النسيكة وقدورة بتاع وأستاذ حسن محمد عبد الله قلناهم ما شوفوا ناسا بروف ديل ديل ما كلوا ناسهم كان فيني إزراق قوي جدا من الهلال في أنه سيكة بالزاد فقمنا إحنا ومحمد عبد الله اشتغلنا شغلنا بديني التسجيلات ووفقنا جدا في أنه جبنا السيكة وقدورة وجبناهم هنا في بروف نزاع من ربي صد أقدر يعني لا ما في شكل ما في ساءة ما في أي حاجة لا كان كان يعني تكون المبادرة الأولى في التسجيل فأنتو قمت عملتوا الموضوع ده بشكل اجتماعي أول شغل أول شغل قمنا المجلس الإدارة قمنا أي حاجة وكنا في نادي بروف نحن جينا عملنا فشين في التسجيلات وكان رئيس لنية التسجيلات أستاذ حسن محمد عبد الله اللي هو دا مساكها قريب كم وثلاثين سنة رئيس لنية فقام قلناهم ديل الزول دا لا أظن تاني نفكوا لينة قام حسن عصمان قلتنا ما لهم قلناهم ده ما هو بوكوا سوى فإن شاء الله يقولوا أنا بوكوا في الميدان ده بوكوا بيبر بوكوا في الميدان وده بوكوا في الدلال فكانت النتيجة بتاعتي أنه واصلنا بعد ذلك المسيرة وبديني في موضوع التسجيلات دي وعملني فيها شغل كبير جدا يعني حتى أنا دخلت المجلس برضو كنت في لينة التسجيلات أنا مع السيد حسن عبدالله ومعه أنا أقونا وفتح الله إبراهيم ولجنة كانت يعني طيب نجي في التسجيلات دي ذاتها وإنت ما شاء الله يعني أسست أساس متين أو رضية بالنسبة لها دلمريق بتسجيلك لأكتر تقريبا على حسب التقارير خمسين لاعب منهم العلمين ومنهم السيك ومنهم العلمات خطيرة جدا فقدر كيف قدرت أنكم يعني داقيل بتاع مالك يعني تقدروا تقنعوهم من بين الأندل كانت موجودة يعني الوقت داك الانتماء بيكون أكبر للفريق والله يشوف أننا أقلب اللعبين كان مساعدونا كثير فأنه كان عندهم رقبة وانتماء في أنه يجل المتاقي والجزء كان عنده انتماء بالهلال برضو يعني الواحد ما يقسم ظهر ومن فرضو نفسه لابرضو كان بيزعو كده وبتاعه وكلام ذاتا لكن نحن كنا حريصين جدا فأنه نلتقي باللاعب عن طريق أقرب الناس له يعني جلال الكباتة أقرب الناس له كده مع أنه رئيس النادي كان صغيرون أخطر كده لابخان شفت يعني مجموعة كبيرة من اللعبين تكلمنا عنهم زمين قريبا كم واربعين لاعب يعني عمر العالمين هنا وكلهم جيد الناس مؤمن مان في بوري عندي العباطة التاج أيوة جماعة دي كلهم فالتسجيلات كانت عندها يعني أول حاجة كان فيه تجانس رهيب جدا بيننا نحن كمجلس إدارة أو كلنج التسجيلات أنه بنعمل الحاجة بدون ما يكون فيها أي نوع من عدم الإيفاء بالالتزام والله العظيم أنا بأكد لك الكلام ده وبمستنداته لو نادي المريخ الآن فيه مستنداته ما في لاعب يسجل في المريخ ولا نادي إلا من ينتهي التسجيل يأخذ النادي حقه واللاعب يأخذ حقه مئة المئة لأنه كان عندنا رجل وده برضو من الناس العظام جدا في المريخ محمد عبد المجيد عبد المنعي ده كان رجل أمين للمال فترات الزمنية طويلة وقابله طبعا ده برحمن واسمان الصالح وحد جماعة الكبار ديل ديل ما بيعرف أصلا نصاف حلول تنتهي تزيلاد بنكفل حساباتنا النادي إيصاله واللاعب قروشه وإيصاله بدون أي متأخرات ما في ولا لاعب وكلام اللي بيقوله ده مسجل وموسق لو في أي زلم الناس القدامة حس يعجزه وقبره لو قال لي الكلام غلط خليه يجي راجع لنا كلهم ناس التاج التاج من بوري وناس جلال كبات من النيل وناس مدني كلهم لأخر حق رأس الدحش سانتو ديل وما منصابوك من الكاملين وكل العالم دي وسيك وقدور يعني وناس جلال معنج ديل يعني كان في كانت التسجيل يعني طامة طول وده أنا ذكرت أنه ده العمال قفل الباب بالنسبة لها دا المريخ أنه يستعيب بأياني بلاي فترة طويلة وده بخلينا نأسس أنه قدور كيف أنه الاهتمام لما نكون باللاعب الوطني وتتديه حقه وتتديه قيمته وتأسس تأسيم تأسيس متينه وممكن يقدم للمناطية وده الحاجة المهمة جدا نحس أغفروا منا فترة من الزمن المريخ والهلال الاتنين الأشبال الأشبال يعني أول بطول بتاع سيكابا سبعة من الفريق الأول من الأشبال كله ناس خالد دينا أبراهاما والمرحوم اسمه نور اللي توفى في الحدز الحركة عندنا وعبدالسلام حميدة وكلهم كلهم دي كانوا كلهم من الأشبال وعيس صباحا الخير ومتاع ما من جيتنا معاهم السكسك ويجي معادي دي كلهم ريبوا عمنا محمد عبدالمجيدة كان نحن منطلق 25% من داخل المباريات للأشبال هو بسرق 70% 80% لكن ما في يوم من الأيام لغاية من الراجل ده تفرح ما طلوه عليه قال طلب مليني من القريش الصرفة للأشبال سفر الأشبال للقاهرة نعم إن شاء الله البطولات بتاعتهم مرتين موسمين الله العظيم الفريق كله لبسوا بيدا الأشبال وزفروا غاهرة على حسابه اسمه أبو الأشبال معاهم مجموعة طيبة من الناس الحيصة بير الجماعة دي وده بأكيد لاجع على قوة الانتماء الوطنية ودي تعرفي هي الحاسي دي لو الناس حاسي فكر شوية بيجو أنه دي كان يعني دي الرصيد الحقيقي اللي نحقق النجاحات والبطولات يعني المريخ بطولاته كلها كل البطولات سيكابا على مانديلا على كازدبي لكلها اللعبات الفغري فيها كان الأشبال كلهم الأشبال طيب العجل الكبير بتاع اللعبين اللي انتم قمت به تسجيله كان لك دور كبير هل ندمت يعني يعني منه ممكن تقول انه نادم على تسجيله في ناد المريخ في فترتك من اللعبين والهم كلهم كانوا بنفس الأداء والاحترافية والله العظيم نحن كنا لما نجل سجل اللعب بمباري ومباراة في سلوكه العام في أداءه وإخلاقياته في الصحبان ومناخد معلومات يعني في الصلاة العجب ده جبناه عن طريق زميله واللي سجلناه في معاه لأنه أقرب زول ليه وبيأكله مع بعض بيتونسه مع بعض بلعب جوا الميدان مع بعض فكان حلقة اتصالنا ما مشينا لزول تاني حتى أخوه هلألاب خطير جدا حتى طالب البشير كان من شق ورجعهم الدسر ودام خزينه في ناديوكوفر سنة كاملة بيصرفوا على حيصل شفتها لكن ما قدروا استوعبوا المحل ما في لعب من التلعبين السجلناهم نديم لعليهم الحقيقي قدوا الله الحصيلة بتاع والله لو كانوا في اللغاليم ولو كانوا هنا في عاصمة أقلبهم يعني نحن أي لاعب بنحس بأنه عنده يعني نعرة كده في أثناء التزجيل بنقوم نقول له على السلامة بنقوم في بدائل بعدين لقيت التزجيلات برأس السلام حسن عبد الله فأخوه هنا يعني نظر رحمن زيدا نوصل حاج صبير ديل بتاعنا الشبال والباغر وصلاح مشكلة والجماعة دي كلهم ديل عندنا كشيفة في أي منطقة تعرف ناس المريخ دا يعني بكل أسبب الحاجات الحصية حاصلة دي لغت منه حاجة مهمة للغاية انت ما المريخ على مستوى السودان في رجالات يعني قدموا للمريخ دا خدمات مبالغ فيها بفيدوكم في كل محلة في كسهل ناس طيبة الجزول والسمحوني في بدن الأستاذ في يا أخي لغاية شفتش الفاشر والجنين وكلها دي كلها والدويم دي كلها فيها ناس على مستوى بيرشحوا لك لعبين يجيبوا لك يعني ينتاع وبعددك بيعمل الاتصالات يقول لك واحد يجي من الناس يشوفوا اللاعب دا يمشي طوال يلحاج صبير يسوق لك معهم الصلاح يسوق لك معهم الباغر المدربين يمشي يكون حلوية الشغلان يجيبوا التغرير لقنا التسجيلات تيمي قبل شهر ونص شهرين من التسجيلات بترصد ميزانية معينة حسن محفظ الله والجماعة دا كده لكن بعدد نحن كل المدربين يجيبنهم حتى نحن كلهم نحن جحفور ديرار وناس اللي يرحموا سيد سليم دا كلهم كنا بنحضر نقعة معهم يدوننا كلهم ما منصبونا جابوا لينا ولعزول بتاع بيجيب المنقى والبتاع والحقائي والخاب لله خير دا لجيماع عليكم الله تعالي شوفوا اللاعب دا شوفوا دا كيبنا ماشينا نحن عندنا جماعة في الناس فرح عوض الوساس والعوض كم معهم ذكرت عندي ولد وكان اسمه فرح الفرح دا في الاتحاد العام كان بطوال ماشينا هناك بكلمناه والله العظيم ولا خمسة دقايق ركبوه معنا في العراج حيني بيلخر حنيجي برضو يعني نعمل مقارنة ما بين زمان والآن بالنسبة لنا دي المريخ لكن نمش بيتمرحل والتنافس كان شريف وقتها بين الهلال وبين المريخ حتى في تسجيل اللاعبين زي ما انت يعني تفضلت في حديثك بحكم إذا شوفك للمشهد وقراءاتك بالنسبة للاعبين اللي هنا في القرطوم أو الولايات منو من اللاعبين اللي كنت بتتمنى أن يكون في فريق المريخ في الوقت ذات الله يا أخي احنا كنت كنت المصر والنجر لأنه كان جزء من علاقتنا مع بعض كان في علاقة و بعدين كمال عبدالرهاب كان بحبه جدا فكمال عبدالرهاب طبعا نحن من دخلنا وبتزياد بعد مسافة كده كمال خشنا معنا طوالي يعني دخلنا طوالي وطوالي وصلنا وكمال عبدالرهاب طبعا كان مدير الكورنا كنت نائبه كله جدا فلكنا دارينه مصطفى وكان معانا الغريبة سبحان الله كان معانا كان في الهشمان مع عادل أمين وعادل أمين طبعا كابتن كبير وبيدوا بتاعه هنا فنا اللاعب الوحيد لكن باقي اللاعبين التانين كلهم الله يكونوا من رصدهم أكثر من 99% الرصدناه مش نسوقناه على ذكر المدربين ومدربين الوطنين في الوقت داك يعني معظم انتصارات المريخ كانت بعيوم خضر ومدربين أجانب لو عايزين نعمل بس يعني مقارنة ما بين المدربين والوطنين المدربين الأجانب بيزاوي شوفك كيف بتشوف شكل التقييم هل التقييم مبني على خبرات مطراكمة وخبرات علمية ولا كيف حيكون شكله بيزاوي شوفك وطبعا دا سؤال يعني عميق جدا للزولة اللي بيلعب الكورة والبيدير الكورة من ناحية تتفهم وبين الزولة العادي اللي بيجي عنقالة عليش أقول لك عنقالة دي لأنه اللغة الفنية البحثة بتغيب بتبقى وديك حاجة صغيرة جدا زي نقطة لازيزة حضرة هذه الجماعة كانوا معي كلهم منصور رمضان منصور رمضان كان في أعلى كورس في العالم في ألمانيا اللي لم يشاهدون مازد وطلع الأول دا وكذا هو كان الأول منصور رمضان في كل الوقت دا كيف مش فيها طبعا سي السليم ومش فيها مجحفر الدرار مزرمين محترفين كلهم الكورس دا على كورس في ألمانيا فقام جابوا الزولة جابوا دا كان رغم 11 في النتيجة ومنصور رمضان ينفطو فقاللنوا انتم عندكم مشكلة في السودان بتحبوا العيون الخضر أنا الأول تجيبوا الحذاشر تخلوينينا شفت المبلشورة دي ومصورنا كان محترف يعني كان مدري يعني يندر انه يتكرر منصور رمضان فقاللنوا انتم عندكم مشكلة في الله عيون الخضر بتحبوا العيون الخضر تجيبوا دا أنا الأول من ناحية بتاعتكم طبعاً يعني الأول المدرب دي مع معناته كل حاجة التقدير والسنس بتاعه والعالي والكورة وكده ومنصور رمضان كان بيقول يعني الناس كان يعني حضروا شرحوا مباريات وكلام وكان بيقول الكلام وطوال بيحصل والقراءة بتاعت الحس الناس حس بيتكلم عنه مدون ريكاردو دعم القراءة وغير في التيم ومعرفة التشكيلة وكلام زي دي النجاحات دي منصور رمضان نام العمار كان لعب المباراة الأولى مع النيل لا مع التحرير وكان ممتاز جداً جداً المباراة الأخيرة كانت مع النيل كان هي لو دارون الهال بيشي للكاس قام خطها عمار خطي مع عمار احتياطي كبير؟ وهو كان النادي الكبير ده بيجي يقعد في وضع زي دين كده بيشرحوا الكرام وكده فقام قبل ما اعلن التشكيلة قال لهم انا عندي سؤال اهم حاجة في العربية ايشنو؟ اهم حاجة في العربية ايشنو؟ فطبعاً الجماعة الطيبين كلهم يعني السليمان والجماعة دي كلهم اللي بيقول لك البوري اللي بيقول لك الكبوت اللي بيقول لك البتاعه زول جاب خبر الليستيك في الازبير ما فيه فقام قول لهم انتم ما هتجاوبوا ايا ازألكم انا انت عندك اولادكم راقبين ماشيين بسرعة معاك اولادكم وبتاعه سيقرر عربية عربية في الخلو يكفت الليستيك بتاعه نزل ما فيه ازبير حتتحرقوا كيف؟ حيجيكم الاسد وحيجيكم الحرامية وحيكون بتاعه فاهم حاجة في العربية ازبير الليلة هم لاعب عندنا حيكون قاعد معاي انزل عشان غير النتيجة شوف الكلام ده كده خدت عمار وعمار طبعاً المباراة قابليها نيموا وكتبوا الجرائد وكده خدت بس جنبوا كده واني اللي لاعب لك مع المريخ مباراة للهلال لانه كان رئيسه صغيرون صغيرون ده طبعاً هلالة بالخطير فقال لهم تلعبوا وتغلبوا ناسا هلال القرش كلها حدوها زينا الهلال لاعب حدوك وحيدون كلها الحافز وهي هزول الحكاية هزول الشاطة اللي اول انتهى تقول ده رون الشاطة الثانية بتشوه سبع دجايك دون دجايك برضو تقول ده رون بس نزل عمار طبعاً وكلموا قال لي تعمل شنو والله يا عمار طبعاً نزل تباد دجايك بالظبن يتلعب تقول ده رون عمار طبعاً ودخل الجهن الواحد اشال بالمريخ الكاس فدي المدربين يعني القيمة والريك يعني بعداك طبعاً التانية الحاجة المهمة في اللعبين اللعبين اللغة بتاعتهم لا نقول اي لغة ما عندهم البيئة بتاعتهم زي زمان اختلفت زمان كانوا ما عليش يعني مش الواحد يعني بيقسم ظهر الناس يعني لكن زمان البيئة بتاعت اللاعب في بيته فيها درجة بتاع التعليم والثقافة وفيها هلوع من الاحترام وكده وكلام زي ده كله يعني حتى البيئة مرتب يعني يكون زول اللعبين في الوقت داك يعني بيوا لعبين بمستوى على اقلها يعني عنده يعني بيقدر يفهمك يعني الحضور بتاعه عالي الحضور لا حضوره جاته مع المدرب يحافظ على اللياغة يعني ما ممكن يتمرن التمرين عنف جداً ويمشي يكون بساهر في حفلة لغة الصباح وبعد بكرة يكون بكرة وكل مباراة ما ممكن ما ممكن يدوه اللبن والباصة يفطه ما يأكلون بعد التمرين عشان الطاغة بتاعته عشان يحلوه على التمرين ما ممكن تلاتة ما لين يفيها تمرين واحداً اللعب عشان هو يسيمه كده شو تكلمتها كيف فدي طبعاً حاجة كانت مهمة جداً أنه اللعبين كانوا منتزمين كانوا ملتزمين ما عاد اللاعبين العمرهم كان قصير دليل كانوا ملتزمين طيب يعني دون نقطة مهمة ونحنا ما نمشي منها ساي كده هذا من نقيف عندها بخصوصا اللاعبين الالتزام ما بين الأمس واليوم منشوف كثير من اللاعبين عندهم حماس كبير يداً ويدخلوا أسماهم لا معاه ويأخذوا حظهم من التداول وحظهم من اللعب لكن عمره ما بكون طويل يعني حتى في اللعب يعني اللاعب يكون أساس ممكن يأخذ شارطة الكابتنية لكن ما يستمر في فرضية الملعب أنت كمدرب ونحن كنونا كلعبين كورة بنعرف اللاعب الجي نازل ده لو عنده مشكلة أو إصابة شكلها هي نتيجة شنو بنعرفها والدليل على ذلك نحن كان عندنا اللاعبين يعني نازل جدوا ومناسل اللاعبين بعد من كده كانوا متعبين شوي في المريخ اثنين ثلاثة كده ويس وزي نميري أحمد سعيد وكده ديل بيتحصلهم لصابات كثيرة الإصابات تكون شهد عضلي شروز ذهني يعني ارتباطه تلقوه بتاع ده الرسيسي للديني مالي ينشي سعودية يجيب له وساعة للخطيبة اللي بيحبها وكده ننطليك في العرابي طاع الصحبانه يكون حايم بيها وكده ديل اللاعبين ما بيعرفوا غدره يعني ما زي ناس بشارة وزي ناس كسلة ولا ناس كمال عبدالوهاب كمال عبدالوهاب ده أنا كان صديق عمره يعني من نسبة لي نحن اشتغلنا لعبنا كورة سوا ببعنجيونا في بروف مسافة اشتغلنا في ملك الخرطون في يوم واحد خشين امتحان الاثنين اشتغلنا في وقت واحد طيب بالنسبة للأخوان اللاعبين الحسي وكده وبتاع لو في نصيحة لواحد عايز يقولها بحكمة انه يعني واحد لعب الكورة وقادرناها على مسافة طويلة جدا في المريخ تريبا لكم متى الثلاثين سنة أنا بفتكر اللعب الليلة اول حاجة انه على الانتماء يعني انتنا من تلعب في فريق زي المريخ والهلال او حتى الموردة اللي يضلع على الثالث ده يفترض اللاعب يكون عنده صوافة وعنده علاقات اجتماعية يعني يطور نفسه كل يوم يطور نفسه بشنه يعني انت الليلة الانتشار الجغرافي بتاع العالم العربي والافريقي زاد بتمشي دول بتتكلم فرنسية تتكلم لغة انجليزية بطلاقة حتى اللغة العربية زادة الورش في ساعة الثالث لو بيتنا ما بتعرف تترجيمه كويس بتبقى انت زي زوج جاهل يعني كده الحكم بتكلم معاك بحكم بيكون كنغولي ولا سنغالي ولا جزائر ولا كده فديل دي حاجة مهمة جدا يعني على الاقل لتقدير الفريق يكون فوق 80% من اللعبين انه قدرات بتاع الفهم العام واللغات والصغافة المجتمعية كيف تدعم المعنى يعني انا بكل اسف يعني فترات الفاتة دي انا من الحاجات اللي خلتني شوية ازح من المحلة دي يمكن السلوك بتعلاقي شاهدت مرة في السعودية ومرة في الامارات ومرة في القاهرة السلوكيات عجيبة واخر حاجة ما يزعلوا الناس من الكلام ده لكن ده الحقيقة المفروض تدقال الان في فترة القاهرة الفاتة دي سلوكيات غريبة في اللعب بيطلعوا بدون السئزان بيهربوا بالليل انا عند علاقات مع نادي الزمالك علاقات وطيدة جدا وانا والله اقول لكم انا حسن خاطركم انتوا حسن يجبوني هنا انا صريح جدا عشان اقول لكم الكلام ده لاعبين في نادي الزمالك بيشنوا برنوا على رأسهم اسماعيل يوسف اخو ابراهيم يوسف ضرب لي التلفون قال لي يا امام فاتحي ازايك احنا علاقاتنا معهم قديمة رويلا بعدين بالذات هو مع واحد اسمه ييمي علاقات شخصية فقال لي يا عم فاتحي ايه اللي بيصل عندهم قلت ليه قل ليه اللي عمي بتاني عندكم وحشين كيف قال لي يا عمي النادي بتطلع بعد من المعسكر الساعة 11 بالليل بيطلب بيجو الصبح نادي الزمالك لانه التجربة بتاعت ناسنا الاداريين الصادق الكرام مشو اللي نادي الاهلي ونسو نادي الزمالك علاقاتنا معه 50 سنة معلق العلاقة دي في نادي الزمالك وكده فزعلوا هم فكابتن الرئيس النادي المرتضة بيقول لهم مين اللي زعل المريخ فهم قام باروا الحاصل ده اللي شوف الحاصش صادف ان اللاعبين المريخ بيطلعوا ثلاثة من اللاعبين في الفيرستين اصدقاء مع بعض بيطلعوا يطلعوا هين كيف ما حبه يقول لي كل الكلام لكن بالنسبة لينا ناس بيطلعوا من المعسكر السلاح داشر وقاعدين في المعسكر اداريين في الطابق الفوق وهما اللعبين تحت دي المقلوبة دي ولا دي شنو دي يعني على غرب تقدير فهي فدي عشان كده أنا بقول للعب لابدان يكون عنده ثقافة عالية جدا وعنده حضور يعني ناس احسي الآن اخر حاجة كاسا العالم ده شوف غيمه برشلونه ده غيمه ميسي كيف على مستوى الرئيسي ما بي ناس بيلاقون عشان سلم عنه ما قادرين صح انت عارف قبل كم يوم ميسي عمل شنو تلاتين وثلاثة وثلاثين ايفون مدهب دهبي مرصع بالدهب مدهب الدول اللي لعبينه اللي صخبانه اللي معه في المنطقة شوفوا شفاء الصقافة دي كيف عشان بعدين ما يحقدوا عليه عشان بعدين يفهموا انه ده لعب قدو حقتهم ده غايدهم هنا ما ممكن تكون الحكاية انه يا اخي تقييم من التمرين بدون مقدمات تنبس بدون مقدمات تطالب بدون مقدمات بنات يداخلين معك في العربية وانت في التمرين تكيب دي طيب حنجل للنقاض دي ان شاء الله وحنتمرحل معك يعني في مسيرتك الممتدة دي ونشوف أبرز القرارات بعدها وكثير من الأرائي الجريالي كانت في الساحة لكن بعد هذا الفاصل المشاهدين نعود من التقييم جدا بالسهال فتحي إبراهيم عيسى من قريب أهلا من جديد مشاهدينا رموض رياضية على قناة الشروف من داخل منزل الفتحي إبراهيم عيسى سيكريتير نادي أمريخة الأسبب سعداء إنه رحم بيكم جدا أهلا بيكم أهلا بيكم طيب عشان بسط إن إحنا وقفنا في نقطة وعايزين نكملها بالنسبة المشاهد والأندي تبني عليها المفروض الرقابة تكمن منه ضمير حي برضو يكمن من اللاعب واهتمامه إنه ما فقط وصوله نادي أمريخ هو نهاية القمة يعني إنه يكون عنده طموح أكبر وده ما بيجي إلا هو يكون ملتزم بشكل كافي والله يشوف الإدارة طبعا هي العمودة الفغري في الشغل كله وعلى وجهة التحديد دائرة الكرة ده بالنسبة للعبين لا بد أن يكون في حضور أتندس كاملة عن اللاعب نحن قاعدين نعمل نتيجة شهرية كنا للعبين واللعب بياخد نجمة المريخ الزهبية وحافز بتاع شهرين أو ثلاثة شهور وين؟ في داخل الليستة العادية للمكتوبة بأسمانه وهو ده معروف ده سوكسو كوبريان العطا شالوها ثلاثة مرات وربعات ليه؟ المضيبات سلوك جدية أداء كده أنا بأفتكر ده كان عنده حضور الناس معينين زي الأسازة عندنا اتنين أستاذ أحمد حمد وحسن حمد ديل بيسجلوا تعليمات اللي بدأنا من المدرد وداية الكورة بيسجلوها كلها بيطلعوا النتيجة ودي ابتدع علينا جحفر درال رحمة الله عليه طبعا لأنه أستاذ أصلاً كان يعني كأديمية وكده بيتع أنا وكوان عبدالها بكنا مسكين الكورة دي بينادي عديل الحوافز دي بيكتوب عديل في الشيت بيجي يمضوا شايفين ده نجمة ذهبية فيها الانضباط والسلوك والجدية وكلام وعد المباراة اللاعبة والنتائج الحقيقة والمهارات بتاعته بيتنكتب كلها كده ودي تسكيب ما بالنسبة له اندي بعض دي تسكيب له لو هو كان ينتقل النادي ارتفع يرتفع وتغريه الارتفاع وتحقق له حاجات كثيرة جده وفي تنافس جادي صح التعبان تتعبان أنا ما داري يقول ما بترفع أصلاً قلو قلو طيب الحديث الموضوع هو حديث ممتد وأي محور انت تكلمت عنه فطفات لكن المساحات ممكن ما تختصروا يعني طيب عندك مجهودات مختلفة وان احنا احتفاءاً بك انت اليوم في رموز رياضية على قناة الشروك مجهوداتك في الاتحاد المحلي والاتحاد العام حجم التأسيس وقتها كان كيف بالنسبة لي والله كان بالنسبة لي عشان أنا أمرق من النادي المريخ وامشي الاتحاد العام دي كان فيها فيها معاركة بين الناس يتما قد تقول لهم من لا أصله أنا أستاذ حسن محمد عبد الله وحشا خور واسمان الجلال وحك زروق يعني قامات كده عجيبة وحتى المشجعين للمكبار المتسوسين ما بازل بعرفهم ناس أحمد خدير ومحمد أبو غايدا وغايته ما مقدر أقول كل الأسماء لأنه الحكاية كثيرة دي ما كانوا راضين كله كلنا نتحرك في الاتحاد العام لكن في الوقت داك يعني كان الاتحاد العام كان رئيسه عبد المعام النزير والسكرتير المرشح فيصل محمود ومن الخزينة أنا فقلنا إحنا ما نشتغل التجربة حتى الانتمان كله كان مريخي لكن لا يمكن نشيل حاجة من الهلال ندى للمردخ وكانت فكرة قبلة كانت لذيذة جداً كان ناس الموردة ويرحموا السر كان من الخزينة فأنا كنت ورس كنا من الخزينة وبعدين عبدالله القرغور كان المحاسب للاتحاد العام مردابي فأنا كنا ندى للمردخ والهلال حافظ هناك قروش يعني يعانى تحضيرات فقام السير دا جاء قال دا القروش وقام قمت قلت له الله السير يا أخي ما عندنا كتير يعني قال ليه قلت عصم الدادو الهلال كده ودادو مدرق كده ليه نحن المردخ قلت له نحن المردخ قلت له نحن المردخ يعني ديه قروش وشفت الحكاية دي فهي كانت استجربة يعني كانت ممتازة حجم الإضافة بالنسبة لي أنا يعني وكده وحققني فيها يعني لوائح منظمة ونظام مالي على مستوى وكده وكلام زي دا شنو أبرز يعني لوائح من النظام المالي والله إلا المالية بالذات المالية إحنا كوننا عملنا فيها انضباط مالي يعني كان الاتحاد العام معارف دخلكم من وين بيجيوكم وكده وإيا حاجة كان بنصرف على حسب النايدة يعني إذا كان في فريق المريق والهلال منافس مشارك بندعمه ودي كانت عندها يعني انسجام وسط الشغل بتاعنا المالي اللي هو كان من ندعم المريق ولا الهلال بتتحقق فونة هاي كان بيجي دخل كبير للاتحاد جبتها؟ الدولة كان كعا تساعد برضو في المحل جانو كنا طالبين منها انو برنامج كان كامل حسابات كان منظمة كنا بنعمل حساباتنا شهريا تجي يحتمدها مجلس الإدارة برسم منها صورة الاتحاد للوزارة جدا الكلامنا فدي برضو كانت عندها يعني حاجات لكن ما عارفة والله يعني كما فرض تكون شغالة لغاية الآن لكن يعني ما عارف حتى أنا من حسي قبل فترة كانت في مشكلة في الجروج بتاعاتهم بتاع سألت مجدي مجدي قال لي يا خينا دعا كنت ما فيش لكن يا أخي ما بحسرها من حسي ماسكينها دي قدير بعدين يقررون الجوزية دي أنه الجوزية الاتحاد العامة ما عارفة شكلها كيف ولا هي ماشي في تطوير الكورة ولا ماشي في سفريات بدوها لناس ما بيمشي وما بيحقب ولا هي الحاجات دي وطبعا يعني فقدنا نحنا مجموعة من الأخوان كانوا في الهلال وفي المذير وفي الموردة في الموردة كان نزا السير ديل والجماعة ديل وأبو صالح وفي الهلال في الزريمة طيب عبد الله أنا طبعا معليش لكن الواحد بيقولك أنا كان من الناس القدوتي طيب عبد الله وحسن أبو العيلة بشوفهم دايما بشوفهم روحي كدير أول حالة المرحومة طيب عبد الله دا إلا لغاية الآن العلاقة بعد ما مات أنا لغاية الآن بيحتبر جزء من البيت لما يتوفر رحمة الله عليه دفتر شيكات وموقع كله فاضي في خزنتك في البنك بيجنية ومينيش رمعي القاوة وحسن أبو العيلة جبت العلاقة دي شكلها كان كيف بخش لهم في أسنان الغاشاتهم بيقعدوا في البيت بيعملوا اجتماعاتهم فمرة كده خشينا جيد كان هم في تزييلات وانفسك قلت أنا مريخ وهم قاعدين في وططيب جوا طه البشير والبلولة ومختار مكي شوف الحاجات ده أنا بذكرها كويس محمد محمد ابراهيم وهمز عثمان شفته واني قمت يقول بلولة بتزييلات وهو كان بضرب لي بيقول لي يا أخي يتسل لي كده جيب لي معاك حاجات كده كده حاجات الخاصة بيب يعني اللحظة دي كان كان جيد داخل اللي بشايل الطيب كان قال لي يا أخي داير جروش كان يعني كده من البنك ودفت الشيكات وحاجاته عندي فجيد داخل قمت قلت لا والله يعني على بعض كوندي بره كثيرة هاكا الظري في ذات دي لأي الطيب قالت لا 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 أخو قدام حزرني تحزر كامل انت والحاس الفريق من غريد ريزة قالت لا 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 أكون في الحمار لكن في أي محل أي داخلين أي وقت أصله ما في كلام زي دا فقمت قلت لا خلاص كويس قمت خشيت وديت داخل كده اللي جيت ليك الجماعة قاعدت ليك في اللوضة هي محلة صغيرة قاعدت بدي كده لكن كلهم قاعدين والرئيس طبعا كان قاعد وكده من ضمن طبعا فجيت داخل كده طوال قام همز عثمان طبعا ما مناكف قام قل لي يا الطيب يا رئيس يا رئيس يا خليك الله يا غيخي ما أعقول فتحيس قلت لنا المريخي داخلين احنا في غفة تسجيلات وفتسجيلات شغالة ويدربوا فينا ولو قدام قام طعلا مش يضحك قالوا والله يا غايتو شوفوا رايكو قام طوال الطيب يا غايتو قال لي ها يعني انتوا رايكم شون يعني وانا واقف كده كده يعني هم طبعا كلهم صحباني كلهم قام قل ليهم والله يا جماعة قاعدت واني عندي حل دا طيب يا رئيس نعمل لين حاجة اسمها الاريخ وننتهي من القصة دي نعمل لين حاجة اسمها الاريخ وننتهي من القصة دي فلاس كانوا شوف العلاقة شكلها كانت كده يعني دي العلاقة بين الناديين زي المريخ والهلال سوا علاقة تكون شكلها كده والله العظيم طاه علي البشير دا ومحمد الياس وعبد الحميد وانا وكلنا دي والله في الرحلات مع بعض اي شي فادي يعني كان العلاقة بمستوى يعني كنا طيب عبدالله من كان راقت عليان مهدي الفاكيه وطه صالح وسته حسن عبدالله معانا راقت المريخ بالنوبة بنشو لومه تلات مرات وضبحنا ضبايح عنده هناك شو تشكل القصة دي كانت كيف دي اجتماعيات ممتدة يعني على مستوى الكورة دي بيضربون او نضربون كورة اللي بيغلبون او ده هم فيها مشكلة تزييلات ذاتة حتى التزييلات يعني كانت عبارة عن يعني معركة كانت قوية جدا يعني تسكسك ده معركة كانت على مستوى الناس دي كلها في نادي التحرير كل العالم دي المعركة بتنتهي بانتهاء لكن تنتهي بحالتها ايوة لا 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 دي ما عنده اي علاقة والله ايوة بحكم تصريحاتك الجريئة ساد فتح ابراهيم عيسى والتصريحات كانت نارية في وقتها وتأكيد على انك انتماع صادق لفريق المريخ في كل مرة بتشوفوا انه كان في القمة ويعني حال الفريق اصبح ما بالصورة المطلوبة فقعنا التصريح في واحدة من المحطات الإذاعية ذكرت انه المريخ تحول من فريق ابطال لوصيف وبدل الناس يهتم ببناء المخصورات يهتم ببناء الفريق بناء قائدي فده كان على لسانك واحدة من المحطات الإذاعية ودللت بانه في فترة جمال الوالي الناس اخدوا تصريحك ده بشكل كبير وشكل مداول يعني والروايات كتيرة حوله فانحنا عايزين نبين الحياة دي في رموز رياضية طبيعة الخلاف كان شنو بينك وبين جمال الوالي والله جمال الوالي طبعا كغيمة يعني أو كإنسان يتمتع بصفات يعني صعب جدا دلقاه في ذول أخلاق وزوق وأدب اجتماعيات مربة طبعا يعني ذول تحتربية لكن كله طبعا اللغة مختلفة يعني تدير نادي المريخ ده دم التمق غوي جدا جدا وكبير جدا عشان تديره من ناحية رياضية ومن ناحية اجتماعية ومع الناس الجوة والسلوكيات وكده فأنا طبعا كان بالنسبة لي أهم حاجة أنه اللاعب ما يتدلل ويركبوا في العربات معاهم وغير من التمالين يجدلوا مبرارات ويكون عنده مشاكل حتى بتصهر مع أخوانه والناس تغد النظر عنها في كان لايك وتس لايك وجمال كان برضو الناس اللي بيقولوا رأي عديل ما كان بتعامل معهم بطريقة سليسة أنا طبعا ما عندنا نصف حلول صراحة لأنه ما بحسب الحسابات بتاعت أنه أنا عندي مصلحة شخصية أنا عندي انتماء اللي علمت من شيوخ بيئنسوا الأكل ده على أولادهم بالدولة المريخة وأستاذ حسن مع عبد الله وحشاخور حك حسن عثمان وطاها صار الشريف ومهدي الفاكيو وأنسوا الناس كتار وعثمان الجلال في ناس ما عارفينه ذاته الناس ذلك كانوا ناس بيئنسوا أي حاجة عشان المريخة بعد ذلك في مجموعة ثانية ناس الحاج صوبير وأحمد القيدير وأبو قايدا يتخيل الناس عمال بيبنوا في النادي غرف ما بالك؟ النادي ده لعب المريخة باني أوضة بتاع تلقاعة الاجتماعات ومحمد أبو قايدا عادي اللي يرحمونه عادي جدا باني غرفة والأساتات جابوها ناس شغلين سماسة في السوق شوه الانتماء ده شكله كيف فإنت أنا منتعين لحاجة زي ده لمنتعين لجمال كان بيصرف لكن بيصرف برضو ما صرفي ترشيد من أجلي لعبين المريخة المعينين اللي عنده مصابات تلقفين لعبين ممتازين جدا مهملين في ناس حوله بيجمله للصورة لكن هو ما بتقدر تقول عليه ما رئيس ما بتقدر تقول عليه ما قد المريخ لكن إنت في الأخير نابين أنا أقول الكلام ده بقوله بعد ما أنا أكون حاسبة أنه فيه مسافة بين زيد وعبيت طيب لو عايز تقيم إنتر وأساء المروا على نادي المريخ في فترة جمالة الوالي يعني أنت كيف ممكن تديها في حجم قيمتها في المنشآت ولا الاهتمام باللعبين لا المنشآت هو طبعا عنده كان لمس بتاعت من المنشآت المنشآت ده طبعا بنوها ناس يعني ناس بزلوا غصالة جهدهم دفعوا واستنطبقوا الحكومة دي من زمن أسهري من الصلاعات فريد والأستاذ ده بنوه ناس من رخاب مهندسين على مستوى نامين جاعملون الأستاذ المريخ ده الناس قالوا ده الحفرة نامين عبدالمنعم المهندس بناه يعني عبدالعيز عبدالعيز نامين كان عمل الكلام ده الناس ده يقول حفرة كان هو ده بعد مسافة قال عشان الناس يكونوا قاعدين كلهم كده الناس في المياه الستاذ كلهم يشوفوا نامين نتكلم عن الناس أنا والله التغريد ده يا ريتي إن شاء الله يا رب يا رب أنا حاول أزعيه عشان ما أخذت لكم كوسيغة مكتوبة أنه النادي ده لازم على بعد الشمال وينوب يمشي كم متر وبعد أربعين متر ولا خمسين متر ولا كم حاجة كده وتتحفر سبعة وعشرين تحت الواطة عشان الواطة دي بعد ذاك النادي بيقوم بتاني لأنه كان في التجربة بتاعة النادي المريخ الأول يمبنى كان بيزوره فوق الرؤسة وما كان بيخشوه لناس شخصيات معينة للمريخ الأول يتهدم كله وقع بعد ما كان فيه جماليات رهيبة وانتصارها في زهو قرش كتيرة ليه لأنه أرض فواره هناك فدي التجربة الحسي وقفت المريخ حسي في الاستاذ ده فالاستاذ نمز جمال لم ينجو ما عارف ليه ما رجعه للمحلات دي كلها فقاموا اشتغلوا شغل في النادي اشتغلوا شغل في الاستاذ يعني الشكل بتاع الجمالات كان جميلة يعني لغاية المباراة الكبيرة اللي تلعبت فيه وإيا حاجة لكن دي نحنا بتخلينا ما أنسى أنا كان مفروض حصل شنو رفت كلامي درجة الخلاف ما شخصية يعني درجة الخلاف مع الجمال ما شخصية أنا عكس الناس اللي بيعمل الرياء ده أنا ما بتاعين كده مع أنه كان كان عيميال جدا عشان أكون معه بيض ليه مش اللي حاجة عشان يعني العلاقة وكده وبتاع علاقتنا نحنا في علاقة من بعيد من مدنة أسرية لكن أنا ما قادر بطه الامور كده أصلا ما قادر بطه كده لكن هو عنده عطاء عنده عطاء ساهم ساهم دفع دفع لكن دفع اللي دفع إفلي بمعنى شنو يعني؟ بمعنى أنه عند الناس اللي كان حوله مش هو الناس اللي كانوا حوله وكان بيسق فيهم كانوا بكل أسف ما أمنا ما أمنا وكان عندهم مصالح من الشخصية ونحنا عارفين الناس لكن ما بتقدر تم بيشلك زول مريخي معاك لله خير يعني ما بقى أنا حسي هالكلام ده ده رقص مظهري جمال بالذات لا جمال عنده إيجابيات كثيرة جدا أول حاية اجتماعي درجة أولة ما بيغي من نزول عيان لاعب ولا إداري ولا مشجع إلا يكون في البيت أول الناس بيت البيت أول الناس كده بعد ذلك ساهم في النادي لكن المساهم بتاعته لو كانت بالفهم بتاع حسي اللي يعملوا في ذلك وقال قوله يا جمال عليك الله كداحفر لنا للسادة مين جديد السادة حيقع مرغولة التغرير والحقائيات دي كلها لكن كان هما برضو كان بيوحولي وانا سفتح دين ومحمد الرياس ومنا زي عداءه طيب ده كان الفري يعني ده كان الفري ده الحبينا نوضفها نحن لأن الناس الدولة بصورة كبيرة المحاور متعددة وممكن الوقت ما يسعفنا لكن عشان نمشي فيها أكثر وناخد منها أكبر حصيلة من المعلومات طيب عشان ما نمشي بعيد من هذا المريخ يعني ومن الاستاذ والمنشآت ووقت من الأوقات هو كان قلعة يعني يشار إليها والآن أصبحت أرض ممكن أن تزرع وممكن لا تزرع يعني كيف تنظر للحرب وصل ليها أستاذ نادي المريخ يعني والله طبعا ده غير كان متوقع بالشكل الكامل كان ممكن يحتحصت صيانات دورية عادية للنادي مستعمل والنادي كان غبلة للدولة تنظيماته طلبة والعسكار والبتاع ويلعبوا فيه بمستوى بتاع مباراة وميدان رديف أبي يعملوه منطقة كان ممكن تتعمل فيها ميدانين برضو ما يشتغلوا فيها اللي كان بيتريح الأستاذ عشان الأستاذ زي السادة القاهرة والأستاذات الكبيرة ما بيتجي لتلعف المباراة الكبرى المنظمة من الاتحادات الفريقية الدولة الممتاز كده لا بيجي كده تمارين الروابط التمارين اللي بتاع الفرق العسكرية المزيقة التخريب كلية الحربية أنسؤون كده ده زمان كان فيه ناس مسكنوا ما فيه كلام زيدا صراحة ناس حسنة بالشيبة والجمعات ما فيه زول بيقدر يختحمون ولا كان يعني ما فيه أنا في الرئيس ما فيه الرئيس كان أقوى من نيميري أنا شخصيا لاعب كورة فهلوي بتاع عمد الماني بيعرف أي حاجة ما بتقوش الناس كان بيقول له نو ما قصد تاعت حاجة لأنه دي مصلحة حقتنا اللي قاعدين نتكلم في السياسة ولا قاعدين نتكلم معيحة بيتكلم في كورة ونتكلم في المريخ ومن نفس المستموك أن نغاتل مع الهلال نعمل شغل سوا أنا أشعر من أصعب اللحظات اللي ننظم فيها نعم ننظم من الخلاب من أمريكا والهلال في الإستاد وملي الإستاد وهو كلام اللي بيحصل الحاصل ده ده الناس ما عندهم أي خبرة ولا تجربة ولا العلاقة بين الناديين دي والكورة في السودان دي ما بتمشي إلو الناديين دي مع بعض وثالثنا الموردة اللي إحنا كنا بنحرسهم وبنديهم حق التمارين مش لي حاجة لهم ضدل على السلاسة اللي قامت على الكورة عليهم والثالث ده إن من أي واحد هنا ينهزم يعطل الشغلية على قلة غدير فدي كانت المشكلة الكبيرة منفروض يحصلون لبناء المريخ حتى نعود برسورة أه عاسي فيه لمسات كده يعني تقول عليها فيها نوع من الجدية لكن أرجو أن تكون صادقة جدية مع الصدق أنه الحاصل ده عاسي في بعض الشخصيات أنا ما دا أسمي الناس كلهم عشان ناسبوا جيبينه ولا غيرهم ولا بتاع يتكلم على أنه إحنا عندنا نزيلة لكن في ناس حافظين حافظين الميدان ده حافظوا وعلقوا على الشغل الكامل في الفترة بتاعه طبعا السوداكال هو السبب المشكلة الكبرى ده زول العمل الدمش الكبير تماما مهما كان لا يمكن أن يعفى من المحلة دي هو الهدم البنية التحتية بتاعة الإستاذ والنادي ده تماما هو الخلق العدم النسيجة الاجتماعي والمعاكل ما عندهم علاقة بالمريخ أي واحد يمكن أن يجعلنا تاريخه في المريخ شنو دي الأشغالانية دي نحن بالنسبة لنا الآن لا بد أن يكون الناس الحسيين دي في مجموعة طيبة جدا من أساز الجامعيين عندهم تحليل التربة على مستوى في ناس مهندسين على مستوى المعمار نحن نتكلمنا عن يعني المغارنة بين الإستاذ النادي المريخ وانت لو بيتمشي هناك بيشوك الكلام ده بيننادي المريخ القواعد اللي عملت فيه اللي أساسا جو عملنا نسى المقابلين للعرب بعثمان أحمد غثمان بعلاقة للمرحوم اللي هو خالي حسن عباس ماشينا أنا وعبد الحميد الحاجوي ده هناك لي عثمان أحمد غثمان قال من جو عملت تحليل التربة قال له نازم ننزل يتخيل الكلام اللي قاله دي الكلام اللي كان عبد العزيز عبد الرحمن عن أنه لازم تنزل تحت لأنه منطقة دي منطقة والدليل نادي المريخ اللي عندهم كتابة المريخته شوفوا نادي المريخ زمان كان كيف قال له ولاني زيارات بهشوات فريض الأطرش وعبد الحليم ورقصاء دي كلهم كان بيزوروا وما بتخوش نادي المريخ اللي بالبطاقة في الوقت داك زي نادي الأهلي ونادي الزمالك شوف الكلام ده كيف شوف الكلام الزمالك فدي حسي الآن الناس دي الموجودين بدوا إيه بدوا يجوا عشان يقولوا رايهم وأعملوا الشغل أنا حقيقة ما ما واصلت معهم الشغل دا مشيت مرة واحدة و عادي وطنطمة عاليا ما متخيل المريخ زد يصل للمحل دي نادي واجهته هناك العربات والسكراب وانطورت جرارات دا النادي دا القبلة في الشرع الرئيسي لنادي المريخ يتخيل الكلام دا نا ما تجد عائل اللي للزمالك وعائلنا دي الأهلي يا خمعتهم أقول نحن متوقع مم بالنسبة لهم نحن تاريخنا نأسيسين الاتحاد الأفريقي معهم ما ممكن نحن نادين يكون هنا وبيجايح وض الصباحة وسخ وريحة ضاربة ولما تفتح النادي الموين اللي عافنا الوسخانة بكل أسف هي ضاربة فيك أنا قعدت الخشجة وقيت راجعة بعد خلص لقائك ما ركت للأسف طيب الحديث والله ممتد وانتك بيل في حديثك تعرضت على أنه التعصب الرياضي والتراشقات الإعلامية الفترة الأخيرة ما بين النادي الهلاء ونادي المريخ حتى في الصحافة صحافة منقسمة صحافة مريخية وصحافة هلالية ده ممكن يقود الرياضة وين بالتحديد الفريقين الندين والغاية يا أخي أنا عليش لكن الواحد انتوا ضرعا يهجزوا من الإعلام لكن إعلامكم مختلف من إعلام المغري القريدة ديون قاعد يقرواها الزول بيقراء ثلاثة أربعة مرات وبشيء اللي يداري زول الإعلاميين بنفس المواصلات اللي يتكلم عن اللعبين الإعلاميين لو ما هو قاريها لو ما هو مارس الرياضة ما بيعرفها يعني اللغة دي اللغة يعني ما بتقبل أنصف حلول والدليل على ذلك شوها الناس القدام كلهم أغلبهم كانوا بيديروا في الأندية وكانوا لعبين كورا واحد اتنين التعصب يعني أديك مثال جريدة الصحافة في وقتها أحمد وحمد حسن كان رئيس الصفحة الرياضية تعرف كم معهم منه معه حسن عز الدين ومعاوده سوي ومعون عبد المجيد عبد الرازق ومعون تاني وعارف منه ديل كانوا بيقعدوا في الصحافة والمباراة بتاعتنا المريخ اللي هاي كل واحد بيكتب بيقلوا في صحن واحد وبمرقوا مع بعض زي لعبنا الكورا اللي في المريخ اللي كانوا مع بعض ما في إساءة شخصية النقد نقضي رياضي بمعنى رياضي بيستشيره بيقعدوا في النادي في نادي المريخ ونادي الهلال ونحن كنا قاعدين سوقوا معانا بحسات يعني نسوقنا ناس من الهلال معانا ساقوا ناس من المريخ معهم في الحسات خارجية ديل بيقعدوا في النادي بيسمعوا الراي والراي الآخر بيكونوا عندهم هوم رايهم بيكتب الكلام دون تجريح دون إساءة دون ما ممكن ما ممكن طه على البشير بيقوم بيعمل في ناس بيعمل في يريده وبتاع وفيزول عشر صفحات وعشر أعداد هو بسيء في طه ما ممكن ده ليه؟ عشان هو دير حاجات معينة عشان يصل بها يعني كالضغط أنا بفتكر الإعلام الرياضي محتاج لمراجعة بالكامل مراجعة بالكامل وإنتو أدوهم كمان فرصة وأسألهم أن أزيل الصعبة طيب إن شاء الله طيب أستاذ فتحي العضوية لو دارين نتكلم عنها بصورة سريعة بتاعت المريخ ما بين الأمس واليوم إنت كيف ممكن توصف والله يا أخي أقول لك عادي شنو أنا أنا مش كنتين تبتل صنطق وفيني في رأي أنا بتأكد ما أعجب كثيرين لكن أنا حقول أنا بقول العضوية في نادي المريخ ونادي الهلال عضوية كانت مجانسة جدا بفهمه بعض وانتماء ذات انتماء صادق والواحد بيدفع بقروشه ومن المتاج الجمعية بيتناد ومناده حسي الآن العضوية اللي بتجي مرات كثيرة شفنا قبل كده فترة من الفترات كان فانتهابات ما في داعي للناس اللي كانوا مرشحين منه لكن نسوان شايلين أولادهم في صفحاتهم وفيه ناس بردوا عيفون وفيه ناس بيجيون بالحافلات بالسندويتشات العصيرة وفيه ناس قاعدين في الليستات بيعملوا في الشاي والقهو والحاجات وبركبوا عشان يمشوا للعضوية فدي ما عضوية بتاعت نادي المريخ ونادي الهلال أصلا ولا نادي المورد الحسي تفرتك ده لعلمك سببه الأساسي العضوية بتاعته الجادة غريبة من الاطراف الحوله عشان يحصل انتماء صادق انت داي ما ذكرت لو كان في نفرحي ممكن بالنسبة لجمهور النادي يأجوا لنادي المريخ ويقيفوا في وقفة حقيقية والحاجة دي مفجودة الآن بتفتكر انه فقط ارتباط المشجع هو ارتباط انتماء بس كيانة المريخ ولممكن الموضوع يتمدد في التوقيت ده بالذات يعني لا هو طبعا لابد ان يكون نسيج اجتماعي كامل يعني مش انتماء لي فريق كورو بس انتماء لي اللاعب في أسرته يحضر الكورو ويمشي لا كده لا ما ينفع يعني نحن اللعبين 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 بيوتهم عارفيننا المشجعين بيوتهم عارفيننا ومنحض المناسباتهم قلت له صدقته انه المريخ ده كشفوا كان في بيت البيكة زي تحق الحلة في بيت العفز زي المناسبة بالزواج كشوفات المسافرين مافيشين اللي احنا عارفينهم مجسيما نازل الكاتيجوريز في ناس بتفعوا ألف وناس بتفعوا خمسة مية وناس بتفعوا اماتين ناس بين فيع امية ما كان في حرك عارفينهم المسكين الشغلية دي ناس مع الوفين البكة دانا منيحصل البوكسي بتحرك بنزل البصل والزيت والبتاع من ناس حشخون مباترة العرس تتعامل النجمة بتاعت المريق والعريس والعروس والشكل والكشف بيطلع بتسلم ما هذه الفاكيم سافر محاول بنق السودان انا بادفع ماهل مافيش انا بادفع ايو والله عندكم ثلاثة مناسبات وهي اتا مافي كجاك كجاك كده ما هذه هلاقة بتخلي الوجدان بين الناس والانتماء فيه نوع من الوفاء والولاء لحد العيد جميل ساز فت عنده بنقيل بيتكلم بغيرة كبيرة وبينفس حار عن نادر المريخ فده بيدول إنما يدول عليه على حبك وانتماءك الصادق في اسماع انت ذكرتها بشكل يعني عرضي كده لكن عايزين نقيف عندها ولو كان عندك من كلمات ليهم ليعطاهم الكبير معاك في نادر المريخ ممكن تديهم نبدأ بشاخور هذا طبعا الأب الروح وطبعا الشاخور ده يعني مثال لزول صعب جدا توصفه وصعب جدا تغيس درجة الانتماء هو ومعه مجموعة تانية حاجز الروق وحشاخور ده عنده يهود ناس وكده ديل ما بيقلوا أي حاجة إلا تكون يحسوا باقي عادة في المريخ وفي أولاد المريخ يعني حتى اللاعب عندهم ولدهم البيت بيتهم ابن البيت يطهروا يعرسوا حاجز الروق وعثمان الجلال وحكي حسن عثمان الجماعة طيب علي يحيا الكبار تي علي يحيا وحشاخور اللي اتنين ديل ديل الدفعوا القروش بتاعت الالتزامات في النادي كان عليهم الالتزام قبل ما البوالس بتاعتهم كانوا كانوا تجار كبار بداع الدمورية ووقفوا شوالهم ده دفعوا البوالس عن اللي ودنا سابوا العيلة عشان يدفع مديونية فيها 12 ألف على النادي عشان يسجوا لشهد البحث بتاعتهم شهد البحث كان عليهم مديونية 12 ديل اللي اتنين لغوا تجارتهم علي عصماء علي يحيا حي عبدالرحمن وعلي يحيا علي يحيا دا اخو منه اخ برامي يحيا الكوارك الكبير علي دا وعبدالرحمن يحيا الهلالة بالخضرين ديل دا اخونا الكبير دا رمزي من الرموز يعني الخالدة في النادي هو ومعهم مجموعة طبعا كتيرة طيب هو بالعائلة؟ قمة في الادارة اللي تتجسد فيه هو روح القيادة والتجرد والقيرة وفن انتخذ القرار ايا كان رياضي اجتماعي دولة اشخاص رجل يتمتع بكل الصفات اللي بتخليه غايت ما الرئيس غايت من الغايت دا لازم يكون مالي هدومه زي ما يقوله دا كان رجل قوي جدا رجل يعني حقيقة هو طبعا ما انا كل المرهب حتى كان الناس بيخترفوا معه في بعض الحاجات كان بيرو انه غايت مع انه دخلته في المريخ كان بعد ممرق من الهلال بهناك كان في خلاف شوية كده في المحل دي من الحجاج الكبار نوعا ما لكن في الاخير جسد المريخ في كامل يعني تصرفاته وقياداته وكانزه العسكري طبعا محنق جدا انا من الشخصيات الاسراني جدا 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 في ادارة الكورة او الرياضة في السودان بشكل عام طيب خالد حسن عباس سلام علي وطبعا طبعا شخصية طبعا برضو شخصية يعني اقول لك شنو بين قيادة اسكرية ودولة ونايب رئيس وبين مشجع عادي متواضع جدا في المريخ يصنط بشكل رهيب يحب المريخ حبا جنبا بيأنسوا مرات على حاجات رسمية ماموريات سفر التغاء بتاع بيجي بيقعد معانا في اي وقت نحن دائرين بنخش المكتب بدون اي قيوت بنعمل اتماع اي مواعيد بالليل بيقعد معانا الآن الساعة 11 العشرة وذوق كان وزير الدفاع وقايد العام ونايب رئيس الجنهورية بيقعد من العشرة فول وطعميع نظر بالحميد في المصطبة شو كلام ده كيف ومرات يجي معاو سليما فارس بهذا أصدقاء وخدم يقعد معانا مناسبات المريخ كلها بغطيها هما فيش مسافر اسمه طوالي انا وعبد الحميد دي ما بشي قولون قولون انتم مواطر فده رجل كان اللي ارحمه انا لقيت ما هو راجل في البيت انا منقطعت منه اصلا اصلا ربنا ارحمه الله شهر الله وده رجل كان يعني وبعدين زاهد في انه يكون اي حاجة لا دائر عربات لا دائر طيارات ولا دائر بوبار يحب المريخ بحب رهيب ويحطرمها للمريخ تماما شفت الكبار بدايين ودهين يمشي لهم فيه منها سبا طيب اللي دعاقبوا على رئاسة نادر المريخ نمر عليهم بشكل سريع ولو ليك من كلمات في حقهم او اشارات انتحاب بتقديمه من خلال رموز رياضية جمال الوالي سريعا رجل محترم جدا زول عطاءه كان يعني عطاء ما كان انقاطع الا في ظروف معين يكون ما فيش ولا كده زول هادفي طبعه ومجامل اجتماعيا كان بس حول بعض الناس ان احنا كنا قاعدين نختلف معهم يعني ادارته كان بشويها بعض الشخصيات ان احنا ما كان علمونا الحجاج انه كيف يدار المريخ ومنون الناس اللي بيدرهم مريخ فهو كان رجل لكن انا شخصيا بحتبره رجل محترم جدا عنده عطاءه برضه كان موجود بقدر نظر على الكمال لله يعني يعني الكمال وده تأكيد من هنا ده يعني حجم الخلاف هو كان حجم الخلاف منطجه اصلا والله اصلا ما زاد من المحل دي لكن كل الخير وانا امكناك تأول زول استقبلته بعد ما كان بعد الاحتغال وانا من جل بيته اول زول انا كنت في بيته واول زول قلتاني مع السلامة سافر طوال يا جماد طيب طيب ساز فتحي سوداكال ده ما بعرفه ولا شفته بعيني لغاية الان واتمنى ان لا اشوفه ما عند اي على غمره يعني انت بتقول له شنو فترة القضافة والله اسوء فترة في طريق المريخ من تأسيسه اسوء فترة بغض النظر عن اي حاجة طيب حازم قنص الحازم حازم حازم بزول كويس واجزى العطاء بنفس المستوى قريب للجمل في المحل دي حوله الناس كانوا بيستقبلوه بطريقة انا ما بقولك هما بيعرف هو بيعرف لكن ليه؟ عشان البعد بتاع المسافة اسرينو بمسافة واحد قاعد هناك واثنين قاعدين هنا بيعملوا في الشغل ما عنده علاقة بادارة المريخة اموال ضايعة مواقف مباحسرة بيظلموا الناس كويسين بدوا الناس ما كويسين فزول هو انا كنت متمنى انه ينزل الانتخابات انا شخصيا لانه الناس حشي اقول قالوا الزول اللي بدخلوا في يجيب ويدي ده ده زولنا والناس يقفوا معاه فانا قلت لقي الكلام ده بتلاقي حازم قاعد تدفعك كتير لكن الدفع بقاعدينش في محلات مصاحة واحد اتنين بعدك من المسافة الطويلة وقيابك خلاك لغاية ما الناس اللي بيحبوا المريخ ودانين رئيس المريخ يكون موجود انت من الغاهرة بتركب تمشي الامارات دي ما مقبولة فانت ياك ما نحنا قاعدين في المريخ ده انا معاي مجموعة كبيرة من الناس ما بسموه لك لكن الحاصلكش نحنا ونخليك تيجي داخل المريخ تيجي داخل السودان ده راجل ودراجل بيأتيوا عليك ما في نحنا مستعدين ان نجيف معاك في الكلام ده لكن طبعا كل حاجة بظروفة يعني في الاخير انت ما بتقدر تقول لي زول زغدوري ده كده بعد الكلام ده انه ياكي انت ما لك وكده لكن والله يزول انا كنت بتمنىه يكون مواصر طيب سريعا سريعا ابو جيبين ودود بدأ بداية ممتازة في الاول نحنا باستقبلنا واني شخصيا عملت له استغطاب لمجموعة من هل المريخ بالاسم حوالي كم وثلاثين نفر يعملنا اللي دعوه في منتج عدرة هذه النيل اللي هو نواسك مدير عام بتاعه ويجبنا الناس زي كلهم على اعتبر انه من الناس زي كون خلاياك كون خلاياك بصراحة هو برضو ماشي في شي شي قريب لشغل حازم ذال ده على اختمعه وأسرية دبيرة يعني هنا في المحل دي لكن طبعا انصاب حلول ما واردة انا بافتكر انه هو بسرعة يراجع لانه اطروحاته لو انا حاسي كمريخي ودائر هو ابن مدينة الرياضية ابنة المريخ الاستاذ ده ما جاء كومي ولا هاروني ولا اي واحد لا هو رئيس النادي هو المائسترو بتاع الشغلانية صح؟ طيب بدلينه بالاستاذ ده وصلح الاستاذ ده وامش ابن المدينة الرياضية هناك المدينة الرياضية هناك المدينة الرياضية الحوفر وعيده مباني وعايز طوابق من ستة طوابق وعايز رحل الصباحة وعايز ميدان هنا في ميدان بيبسس المريخ بدل ما يمشي بره ومن خلاله يمشي ناس تانين كمان يعمل شغل تاني وتبقى فيها بعد سياسي وقروش واموال ومريخ العرب في أرض ما أرضه ما زي ليبيا ده كلها حلقه ما حلقها زي ليبيا كلها صح الله أستاذ فتحي الحديث معاك وعن نادر المريخ والمحاورة وانت ذكرتها الفضفاضة المحتاجة مننا لوقفات كثيرة ما بتقتصر المساحات الضيقة أنا مقدري جدا على الإفادات التي قدمتها والإفادات الصادقة وعلى دعواتك النبيلة بالنسبة لفريق المريخ ونادر المريخ الكبير إنه يمضي لقدامك اللهي شكرا جزيلا لكم أنا استنطقتوني لغاية أنا ميال جدا في الحقيقة ما أكون مصادم لغاية ما أكون أعمال عداوة لكن الناس اللي بيفهموا المريخ كويس وبيفهموا تاريخ المريخ ورجالاته كلامي دا صاب بكله في مصلحة المريخ أنا ما بمشي لمحلة عشان من خلاله المريخ دا الناس يستفيدوا منه ولا كده أي زول بشين من المريخ ما بيدده أنا ما معاي أنا شكرا جزيلا لكم إنتوا وأنا والله رهن إشارتكم وأتمنى لكم إنتوا أول حاجة كغناء راقية جدا مضيئة بشكل حلو جدا اللغاء بمعاكم وأنت معنا وباقي الأخوان الموجودين ما عليش نحن قصرنا حبة في إن شاء الله بتاع التحضير ولكن إن شاء الله وليه مكلفة هذا الذكرت هذه فاضات صادقة إنو قدر جدا الأستاذ فتح إبراهيم عيسى القطبل الرياضي المريخي والخبير المعروف شكرا جزيلا شكرا جزيلا شكرا جزيلا هذه كانت جلستنا مع أستاذ فتح إبراهيم عيسى سكريتير نادر من الريخ الأسبق والخبير الرياضي من داخل منزل زيارتنا ومن خلال رموز رياضية نحن نلتقيكم إن شاء الله مع رمز آخر ونارة سامقة من مجالات الرياضة دمتم دائما في رعاية الرحيم يحياتي وفريقا شكرا جزيلا